احمد امين اوفا لعب استرن كامباني خف خلاص من اصابته ورجع للتدريبات اسوان بيتعاقد بيتعاقدين اسوان السنة الجاية في الدولة الممتاز بيتعاقد مع يوسف حسن لعب نادي الزمالك السابق عنده 23 سنة لعب خط وسط كان في الزمالك ودجلة والتحاد السكنداري متقل خلاص لنادي اسوان قيمة الاسماعيلي بكرة في مطش الجونة كابتن حمزة الجمل اختار محمد فوزي واحمد عدل عبد المنعم وكمال السيد فحراسة المرمى باهر المحمدي ومحمد هاشم محمد نصر وعصام صبحي وعمر الحلواني ومحمد سوقي وعمر الوحش ودونجا ومحمد مخلوف ومحمد عادل ومحمد بيوم ومحمد بن خماسة عبد الرحمن المجدي احمد مصطفى محمد عبد السميع حسن ياسين خالد النبريسي ومروان حمدي ومحمد الشامي ربطة الاندية بتوافق على طلب طلاعي الجيش بنقل مباراته مع الاتحاد السكنداري من استاد جهاز الرياضة في القاهرة الى استاد برج العرب في اسكندرية مباراة ان شاء الله يوم الحد المقبل الساعة تسعة كانت مفروض تلاقي بتجهاز الرياضة العسكري في القاهرة ولكن طلاعي الجيش طلب نقل المباراة في استاد الجيش في برج العرب وربطة الاندية وفقت السموحة والمقولين العرب عايزين يتعاقدوا مع طلاعي خالد سطوحي لعب طلاعي الجيش في الموسم القادم اتحاد الكرة بيبدأ صرف مستحقات المحكمات محكمات الكرة الحكام يعني الستات بتوع الكرة النسائية بدأ يصرف مستحقاتهم منتخب مصر للناشئين موليد 2006 عنده مطشين والدين مع المنتخب السعودي للناشئين استعدادا لكاس العرب منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة كسبوا الصومال 2-0 وده المباراة تانية ليهم في البطولة في السعودية بطولة كاس العرب للشباب يوسف حسن وعمر إبراهيم اللي سجلوا الهدفين وكده منتخب مصر تصدر مجموعته بست نقاط كان مصر كسبت المباراة الأولى سلطنة عمان 1-0 وكسبه النهاردة الصومال المباراة القادمة لمنتخب مصر هتكون يوم الحد الجاي لكن لسه الفريق اللي هيلعب مصر ما تحددش ترجمة نانسي قنقر